عبرت مبادرة مناهضة الاحتلال وإبادة النساء من أجل الأمن والسلام عن استنكارها لما تتعرض له النساء الصحراويات بالمدن المحتلة من انتهاكات يومية من قوات الاحتلال المغربية المبادرة في بيان لها إلى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان قالت إنها تدين ما يحدث يوميا من انتهاكات بحق النساء والشعب الصحراوي عامة وبالمدن المحتلة على يد قوات الجيش والشرطة المغربية خاصة التعذيب والسجن بيان المنظمة الحقوقية عبر عن إدانته لتصرف السلطات المغربية وغلق الإقليم أمام وسائل الإعلام والصحافة والمراقبين الدوليين للوقوف على الانتهاكات التي ترتكب في الخفاء بحق الشعب الصحراوي